أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبنائنا بالخارج في مقدمتها حق المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية وخلال أول محطات جولتها الخارجية بالمملكة العربية السعودية لحث المصريين بالخارج على المشاركة أكدت جندي حرصها على تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر ويتضمن نشاط الوزيرة عقدها للقاءات مع الجالية المصرية وكبار المستثمرين المصريين بالمملكة لاستعراض آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركات الاستثمارية المنفصلة بالخارج وذلك فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال